سائل ازايكو عاملين يا رب تكونوا كويسين. هكمل معاكو النهاردة عن سيدنا هود عليه الصلاة والسلام. طبعا بعد ما غرقت الارض وقت سيدنا نوح والطفالنا العظيم ما تبقاش معاك غير اهله الا على السفينة. وغرقت كل الذريات اللي كانت موجودة في العالم قبل سيدنا نوح. وكان لسيدنا نوح تلات اولاد سام وحام ويافث. سام ابو العرب وفارس والروم واليهود والنصارى. حام ابو السودان من المشرق للمغرب. ويافث هو ابو السقيلة والترك وغير ذلك. تلاتة دول من ذرية نوح عليه السلام. اللي كان منهم الخلق بعد الطفان. بعد ان اخر اغرق الطفان اللي كفر ابنوح عليه السلام. ونجا من امن معه. فكان كل من على الارض في الوقت ده من المؤمنين الموحدين. ما كانش بينهم كافر واحد. وجيل ورا جيل ورا جيل. بدأوا ينسوا وصية نوح عليه السلام. ورجعت عبادة الاسنام. وانحرفا عبادة الله سبحانه وتعالى بنفس الطريقة القديمة. صنع الاحفاد تماثيل للناجين من الطفان. عشان ينذكروهم بها. وتطور التعظيم دوت جيل ورا جيل ورا جيل. قلب العبادة طبعا. وبعد نوح عدت تحولته من 100 سنة تقريبا. وكان عاد من الجبابرة. ده ملك. وتنسى بيه قبيلة عاد الاولى. وهم اول من عبد الاسنام بعد الطفان. وهم عرب ومساكنهم قصور وخيام كبيرة جدا. لها اعمدة شديدة الضخامة والارتفاع. وكانوا اعظم اهل زنامهم في قوة الاكسام. وسميت ارم مدينة عاد. ذات العماد. زي ما اردت في القرآن الكريم. قلم ترى كيف. قلم ترى كيف فعل ربك بعاد. ارم ذات العماد. قدام ربنا سبحانه وتعالى القدر على قطع الجبال والسخور اللي بيعملوا منها الاعمدة والادنية الكبيرة دي. لما شافوا قوتهم ومقدرتهم دي. استكبروا. اصابوا من غروب. وتجحدوا بايات الله. وكفروا. واستكبروا في الارض بغير الحق. وقالوا من اشد منا قوة. كان سيدنا هود قد اتم الاربعين في الوقت ده. فبعثه الله سبحانه وتعالى فيهم نبياً وهادياً الى سبيله. ومرشداً لهم. وهو اول نبي عربي بعثه الله. ويقال ان هود عليه السلام هو اول من تكلم العربي. قال فدعم لعبادة الله سبحانه وتعالى. وترك عبادة الاصنار وعدم الاستعلاء في الارض. وكان عربي الاصل. وذكر هود عليه السلام في القرآن الكريم سبع مرات. وقد جاء في صحيح ابن حبان عن ابي ذر رضي الله عنه في حديث طويل في ذكر الانبياء والمرسلين. قال سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. واربع من العرب هود وصالح وشعيب ونبيه كمحمد عليه السلام. اما بالنسبة لا اسم هود بن عبد الله بن رباح بن الخرود. ابن عاد. ابن عوس. ابن ارب. ابن سام. ابن نوح. ابن لامك. ابن مكشالح. ابن ادريس. ابن يارد. ابن مهلاقيل. ابن قينين. ابن انوش. ابن شيس. ابن ادم عليه الصلاة والسلام. وطبعا فيه كلام تاني في اسمه غير كده. بس ده اعرف شيء للصحة. انا جبت لكم اقرب شيء للصحة من المصادر الصحيحة. اتمنى ما تكون صحة باذن الله. فده سيدنا هود. وقال لقوم عاد ايه. اعبود الله ما لكم من اله من غيره. افلت التقون. فطبعا كالعاد قال لك ده عايز يبقى سيد علينا. هما ميفقروا شغل في المجد والسلطة وبس. فقال لهم ان اجروا على الله. ومش عايز منهم اي حاجة. هو بس بيدعون لعبادة الله. ودي نعم من الله ان جعلهم خلفاء لقوم نوح عليه السلام. وديهم بسطة في الجسم. والشدة في البأس. اسكنهم الارض التي تمنح الخير والزرع في اي وقت. وارسل عليهم المطر. لكن اصدهم الغروب. وازدادوا في العناد. واصروا على عبادة ما كان يعبد اباهم. وانكروا البعث والحساب. واكد لهم هود عليه الصلاة والسلام ان الحياة مجرد اختبار ومرحلة بعدها هيجي الحساب. والعدالة تقتدي لوجود يوم للقيامة. استمعوا له. وكذبوه. واستنكر الملأ منه من كبار القوم ان النبي ده يكون بشر. ازاي تبع بشر وتاكل من اللحلة بناكله وتشرب من اللحلة بنشربه. واذاكروا من قصة نوح مش بعيدة تبني مئة سنة. ولازم ننسوش اللي حصل. تمسكوا بآلهتهم واعتقدوا ان هي هتنجيه. وازدادوا استكبارا وعنادر. وتغيانا وتجذيبا ليه. واتهموه ان هو سفيه. وما امنش بيه. اللي عدد بسيط جدا. قالوا اللذين كفروا من قوم ايه. ان لنا راك في سفاهة. وان لنا ضمك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بيه سفاهة. ولكني رسول من رب العالمين. مبلغكم رسالة ربي. وان لكم ناصح امين. قال العلمة ابن ابي العز الحنفي في شرح العقيدة التحوية. ان من اعظم الايات ان رجل واحد يخاطب ام عظيمة كاملة. بالخطب ده مش خايف. ولا الان. واسق بما قال. جازم بيه. فاشهد الله اولا على براته من دينهم. وما هم عليه. اشهادا واثقا. معتمدا عليه. معلما لقومه انه وليه ونصره. ويقول المؤرخين انه ما قعد معهم تقريبا حول سبعمائة وستين سنة. يدعوهم. بعد كده يأس منهم. وفي كل مرة قالوا بيكذبوه. ويكذبوه. ويقولوا هات لنا اللي انت وتقول عليه ان كنت من الصدقين. فقال رب نصرني بما يكذبين. سبعمائة وستين سنة. بيدعوه للدعوة ودعته وللتوحيد. لغاية ما اعلن براته منهم. وتوكل على الله الذي خلقه. وعرف ان العذاب لازم هيوع على الذين كفروا من قوم. وانتظر هود وعد الله سبحانه وتعالى. بدأ الجفاف. وقف المطر. فجي لهم ليه. فقال لهم ان ده من غضب الله عليه. وانهم لو امانوا هيرضى الله سبحانه وتعالى عنهم ودعت لهم المطر. ويزيدهم قوة عن قوتهم. سخروا منه. وازدادوا في العناد والسخرية. والكفر. وزياد الجفاف. اصفرت الاشجار. ومات الزرق. وفي يوم السحاب عظيم مالي السماء. فرح قومه هود. وخرجوا من بيوتهم بيقولوا ايه. هذا عرض منطرنا. وتغير الجو مرة واحدة. من الجفاف الشديد للبرد القارس. وهبت الرياح. واستمرت. بدأوا يستخبف القصور والخيار. شلتها الرياح. كانت بتنزق كل شيء. تدمر الاكسام. وبتخلي كل شيء زي الرميم. كانت الريح دي بتدفع الرجال والنساء. فتهب وترميهم في الجو. وترجع تجيبهم تاني على الارض. مناكسين. كانت رياح قوية جدا جدا. لغاية موتة القرية كلها. ودمرت قاوم معاك. قاوم معاك. كله. على الناحية التانية كانت نجاة. لقاوم هود المسلمين المؤمنين. واللي معاه. دول اللي نجوا. برحمة من ربنا سبحانه وتعالى. بعيد عن قوم الكافرين. بعد فترة من الزمن. توفي النبي الله هود عليه السلام. واختلفت الروايات. في تحديد مكان قبر سيدنا هود عليه السلام. الحاكم عن بعض الصحابة روى ايه. ان قبره في مكة. او بلاد اليمن. والروايتين دول مفهومش حجة جبيرة من الناحية الحديثية. لبعفه ما يعني. وعدم الاخرين من النبي صلى الله عليه وسلم. كما ورد ان هود جامع دمشق في حائطه القبلية. لكن ده بعيد عن الصحة. ده مجرد زعم بس. لان الروايات اللي زي كده اللي بتمجد اللي عجامع الاموي. وبتقولون فيه قلبيه كتير من المدفلون. فيه ظهرت في الوقت اللي تحسن فيه عبدالله بن الزبير بمكة. وتحزد اهل الحجاز على الامويين. وكون قبره هود عليه السلام في بلاد اليمن. ده الاقرب بالمعقول والصحة. من ملدة نظرينها تكونوا يدورون الاحقاف. اللي هي مساكن سيدنا هود وقاومي. وبعد فترة من الزمن واقاوم ورقاوم وزرية والزرية اللي من الملاجت مع سيدنا هود من العادي. جاء اقاومي دعوني ثمود. كان نفس قوم عاد واشد بطشا منهم. ده اللي هكلمكم فيه المرة الجاية ان شاء الله عن سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام. اتمنى ان انا كن جبت لكم مختصر مفيد في القصة دي. واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة